بيبدأ الفيلم في قرية بعيدة عن المدينة وبيظهر الاخوين ادوارد والفونس اللي مغرمين بالتجارب الكيميائية وبيختروا لعبتينج ودائرة التحويل بتاعتهم عن طريق دمج العناصر الكيميائية مع بعض بعدها بياخدوا اللعب بتاعتهم وبيفرجوا امهم وهم في منتهى السعادة وامهم بتفرح بيهم وبتحضنهم لكن اول ما بيسيبوها وبيروح يلعبوا بتوعى امهم على الارض ميتة بسبب مرض مجهول بعدها بيقعدوا عند قبر امهم وادوارد بيجيلوا فكرة ان يرجعها تاني للحياة عن طريق الكيميا القديمة وخلط العناصر اللي بيتكون منها جسم الانسان لكن الفونس بيقولوا ان النوع ده من الكيميا محرم لكن ادوارد قالوا مش هنعرف حد عن اللي بنعمله وفعلا بيروحوا المكتبة بتاعت ابوهم وبيتعلموا ازاي يعملوا انسان صناعي وبيجمعوا المقادير وبيحطوا الخليط بتاعهم جوا دائرة التحويل الكيميائية وبيقرأوا طقوس معينة بعدها بيحطوا قطارات من دمهم على الخليط وفعلا بتبدأ طاقة كبيرة تتجمع جوا البيت لكن بيحس الاخين ان في حاجة غلط حصلت في تجربتهم وبعدها بيتدمر البيت كله وبيتسحب الفونس في الهوى وهو بيصرخ وبيختفي وادوارد هو كمان بيصرخ علشان اخوه لحد ما بيفترقوا عن بعض وبتمر السنوات وبنشوف ادوارد لما كبر وهو بيطارد كاهن في الشوارع علشان لابس في ايده خاتم فيه حجر احمر اسمه حجر الفيلسوف وده بيدي للي لابسه قدرة استخدام السحر الكيميائي بسهولة من غير ما يحتاج لدوارد تحويل الكيميائي وبيمنح الخلود للبشر والراهب بيطلع عامدة من الحجارة باستخدام السحر بتاعه من الارض والحطان علشان تسد الطريق على ادوارد ويمنعه من المطاردة لكنه بيتفاداها بعدها الكاهن بيخرج وحوش من بطن الارض علشان تهاجم ادوارد لكن ادوارد بيحضر رمح صخري ضخم بدون دائر التحويل وبيبدأ يدمر به المخلوقات دي بسهولة وفجأة بيظهر شخص لابس بدلة معدنية مضرعة وبيساعد ادوارد في تدمير المخلوقات وبيحولوهم لاشلاء وبنعرف ان ده الفونس اخو ادوارد اللي ضع زمان في دائرة التحويل الكيميائية وفي وسط المعركة بتقع خوزة الفونس وبنلاقي مكانها فاضي يعني بتكون البدلة فاضية وجوها روح الفونس من غير جسمه وكمان بنلاحظ بان ادوارد هو كمان عنده اطراف صناعية معدنية في ايده وفي رجله لانه فقدها في الحريق والكاهن بيشوفه وبيعرف بانه هو الكيميائي المعدني الاسطوري اللي بيشتغل مع الحكومة والاخين بيطردوا الكاهن وبيحسروا وادوارد بيدي بوكس للكاهن لكن ايدهم بتتصدم في بعض والخاتم اللي فيه حجر احمر بيطير في الهوى والحجر بيقع في ايد العقيد مستانج كيميائي برضو شغال مع الجيش وبعدها بيقبض على ادوارد والكاهن بسبب الفوضى اللي عملوها وادوارد بيقول لمستانج انه محتاج الحجر الاحمر علشان يقدر يرجع جسم اخوه لكن مستانج بيعمل حركة بصوابعه هو مسك الحجر وبيولعه وبيتحرق الحجر وده معناه انه كان حجر مزيف ولما ايدوارد شاف المنظر ده بيحس بالاحباط لان بقاله سنين بيدور على حجر الفيلسوف وهنا بيقرب منه الفونس ببدلته المعدنية وبيوسيه لان الحجر مزيف والكاهن بيهرب من الجنود وبيطلعوا يجروا وراه ومستانج بياخد ايدوارد معاه لمقر الجيش وبيسيب الفونس يرجع كل حاجة مكانها وينضف المدينة من اثر المعركة لكنهم ما يعرفوش انهم مترقبين طول الوقت من ثلاث شخصيات شريرة وهم لاست والمساعدين بتوعها انفي وجلاتون وفي مقر الجيش مستانج بيقول لادوارد ان مفيش حاجة اسمها حجر الفيلسوف وانه اسطورة مش حقيقية لكن ايدوارد متأكد من وجود الحجر الاحمر علشان يقدر يرجع جسم اخوه من تاني وبيدخل عليهم اتنين بيقطعوا كلامهم وهم النقيب هيوش والجنرال هاكورا وهاكورا بيرحب بادوارد لانه سمع عنه كتير قبل كده وبعد الاجتماع هيوش قال لادوارد انه لازم يسمع كلام مستانج وبيقول له انه منتدب هنا في القاعدة العسكرية علشان يفتش ويحقق في الشبهات اللي بتحصل وفاجأة بتظهر قدامهم صديقة ايدوارد من الطفولة واسمها وينري وبتبص على ادراع ايدوارد المعدني علشان تطمن انه سليم بعد المعركة ولو فيه حاجة عطلانة هي بتصلحها وبنرجع لمقر الاشرار وبنشوف الكاهن وهو بيقول لهم ان ما فيش حاجة اسمها حجر الفيلسوف وانهم خدعوه وبعوله حجر مزيف لكن لست بتقوله بان ما فيش حجر حقيقي اصلا يبقى ازاي اللي معاك مزيف وهنا انفي بيتحول لشكل الكاهن ولست بتقتل الكاهن الحقيقي وجلاته انية بيتحول لوحش وبياكله وبنرجع تاني الادوارد وبيكون بيحلم بانه فتح باب على السماء وقدامه بوابة كبيرة اسمها بوابة الحقيقة وبيكون جواها كل العلوم والمعارف اللي وصل لها البشر وبيقابل كيان غامض بيفتح له البوابة وبتخرج منها ايادي سودة وبتسحب ادوارد جواها لمكان تاني وادوارد بيشوف حقايق الكون كلها وبيخرج من البوابة بعد ما بيكون اكتسب علوم ومعارفة ملهاش حدود لكنه بيلاقي رجل من رجليه بتبدأ تختفي والكيان الغامض بيقوله ان ده اسمه تكافؤ المادة يعني ده التمن اللي دفعه مقابل استرجاع جسد امه اللي ماتت قبل كده وفعلا بيتنقل ادوارد لبيته وبيكون في غرفة التجارب وبيتخض لما بيلاقي رجله فعلا مش موجودة ومش بيلاقي الفونس ولما بيبص على الدارة الكيميائية بتاعته بيلاقي ان امه تحولت لجسم مخيف غير مكتمل وبدون روح ولا عقل وتجربته فشلت بعد كده بيجيب بدلة معذن وقعت قدامه وبيكون عاوز يرجع اخوه لكن الكيان الغامض بيكلمه وقال له انا هاخد التمن ده ايدك وبيصحى مخدود من الحلم وبيلاقي الفونس جنبه وسأله انت بتحلم نفس الحلم تاني وتاني يوم مستانج وهيوش بياخدوا ادوارد والفونس ومعهم وانري وبيودوهم عند كيميائي اسطوري اسمه شوتاكر وده صديق للقائد هاكورة وهو اللي اقترح ان ادوارد يقابله علشان يقدر يرجع اخوه وبيقابله شوتاكر وبنته الصغيرة نينة وهنا شوتاكر بيوريه انه بيعمل تجارب على كائنات الكيميرا علشان يخليها تتكلم وبيقوله بانه نجح من سنتين وخلى كيميرا تتكلم لكنها نطقت بتلت كلمات بس وقالت سيبوني اموت وماتت على طول وادوارد بيحكي له انه دخل لبوابة الحقيقة وقدر يرجع روح اخوه لكن بدون جسم وبالمقابل فقط دراعه تمن لروح اخوه وبعدها اتمسحت من ذاكرته كل حاجة عن عمليات تحويل البشر مرة تانية وهنا شوتاكر قاله للأسف مش هقدر اساعدك فيرجوع جسم اخوك لكنه عرض عليه يسيب الفونس يفحصه يمكن يقدر يوصل لنتيجة وبنشوف وينري والفونس بيلعبوا مع نينة وكلبها الكسندر وبتقولهم انه امها ماتت من سنتين وادوارد بيسيب الفونس في بيت شوتاكر وبيروح هو وينري على محطة القطر وهيوش بيقابلهم وبيقولهم على عالم اسمه ماركو ممكن يكون عنده معلومات عن حجر الفيلسوف فبيقرروا يروحوا له المدينة وبيوصلوا للمكان اللي في ماركو ولما بيخبطوا على الباب محدش بيرد وبيدخولوا البيت لكن ماركو ضرب عليهم نار وافتكرهم من الجيش وقال لهم ان مش عاوز يرجع يشتغل تاني مع الجيش وبيضربهم بالرصاص لكن ادوارد بيقفل مصورة البندقية وماركو بيترمي على الارض وبيغم عليه بعدها بنشوف شوتاكر وهو بينايم الفونس تنوين مغناطيسي واتكلم مع الفونس وقال له ان الزكريات اللي اتزلعت جوها زكريات مزيفة ولازم يلاقي طريقة علشان ترجع له زكرياته الحقيقية لكن ده هيحتاج شوية وقت وبعد ما بيفوق دكتور ماركو ادوارد بيسأله عن حجر الفيلسوف لكن ماركو بيرفض يقولهم الحقيقة لانه خايف على ادوارد وفجأة هما بيتكلموا ماركو بيحس بحد بيجسس عليهم من وراء الشباك فبيضرب عليه طلقة من البندقية وبنكتشف بان الشخص ده هي لاست وبتقرب من ماركو وكل ما يضربها طلقة جرحها بيلم تاني لوحده ولاست بتثبت ماركو على الحيطة بصوابعها الحديدية وكمان ادوارد ووينري وبتقتل ماركو في قلبه بمنتهى الهدوء وبتختفي وادوارد بيحاول ينقذ ماركو لكن قبل ما ماركو بيموت بيقوله على حقيقة حجر الفيلسوف وانه موجود في مكان اسمه المختبر رقم خمسة وبيدي له خريطة صغيرة ووينري اقترحت على ادوارد يروح يشوف اخوه الاول وصل لايه عنده شوتاكر وبيلاقيه نجح فعلا في تحويل كائن كيميرا لكائن متكلم والكائن بيرحب بادوارد وبيفرح لما بيشوفه وقال له يلا نلعب سوا وعلى طول ادوارد فهم ان شوتاكر عمل دمج بين بنته والكلب بتاعها وفهم برضو ان المخلوق الاولاني اللي مات من سنتين كانت مراته وادوارد بيغضب من شوتاكر ونزل فيه ضرب ومع ذلك شوتاكر قال له مفيش فرق بينه وبينك وادوارد فضل يضرب فيه لحد ما كان على وشك انه يموته وبيدخل عليهم الفونس وبيمنع ادوارد يموته بعدها بتقرب بنت شوتاكر منه وبتقول له يا بابا في مشهد عجيب وبيضغاز ادوارد وبيضرب الحيطة والفونس بيعتذر لنينا وقال لها انه مش هيقدروا رجعوها لطبيعتها تاني دلوقتي وبيقر على الارض وبيقول انه خايف يتصدم لانه ما بقاش بيثق في حد وده طبعا بسبب موضوع الزكريات المزيفة والفتنة اللي زرعها شوتاكر جواه بعدها بيوصل مستانج وقوات الجيش لبيت شوتاكر وبيقبضوا عليه بتهمة التجارب المحرمة وبيقدموا للمحاكمة العسكرية وبيحرزوا محتوات البيت علشان الادلة بعدها ادوارد بيفضل ثلاث ايام كاملين في مكتبة الجيش علشان يلاقي مكان مختبر رقم خمسة وبيكون معاه هيوش والملازم روس المساعدة بتاعته لكنهم مش بيوصلوا لاي معلومات عن المختبر خمسة وجماعي السجلات اللي كانت بتخص ماركو والمختبر خمسة اختفت وهيوش بيشك ان في حد من داخل الجيش بيشتغل لصالح لاست وهكورا بيدخل عليهم وبيقولهم بانه يعرف مكان المختبر رقم خمسة وبيشاور لهم في الخريطة على مكان وبيكون عبارة عن مصنع معلبات لكنهم مش شغال حاليا وادوارد بيسمع المعلومة وبيجري بسرعة على المصنع هو والفونس لكنهم لما بيدخلوه بيلقوه فاضي وما فيش اي دليل على اي شيء يخص الحجر لكن المشكلة ان ادوارد ما كانش قال لالفونس على مقابلته مع ماركو وده خلاه يفتكر كلام شو تكر لما قال له ان زاكرته مزيفة وبدأ يفقد الثقة في اخوه وبتبدأ الفتنة بينهم لان الفونس افتكر ان ادوارد زرع جوه زكريات مزيفة وبيغضب ادوارد من اتهامات الفونس وبيضربه لحد ما بيتعب وبيغم عليه ووينري بتضرب الفونس وبتزعق له وبتقوله ان ادوارد مهتم لامرك طول الوقت وبيفكر ازاي يرجع لك جسمك لانه معتقد ان هو السبب انك خسرت جسمك وبيلوم نفسه طول الوقت وفي نفس الوقت هيوش بيلاحظ على الخريطة بان الاربع مختبرات اللي تابع الجيش لما بيوصلهم ببعض بيشكلوا دايرة حوالين المدينة كلها وبيوصل الاربع مختبرات ببعض وبيشكلوا اربع اضلاع لشكل خماسي وبيحسب موقع تقاطع الضلع الخامس وبيحدد مكان المختبر رقم خمسة ومكانه الحقيقي بيكون جوه معسكر الحرب وفجأة هيوش بيلاقي لاست وراه وبيعرف عن طريق الوشمل على صدرها بانها هي كمان تصنعت من عناصر كيميائية مخلوطة ببعض وبتقرر لاست تقتله لانه عرف معلومات ما كانش لازم ابدا انه يعرفها لكنه بيطلع خنجر وبيضربه في دماغها في نفس اللحظة اللي هي كمان طعنته في كتفه لكنه قدر يهرب قبل ما تخلص عليه وبيجرب سرعة على اقرب كابينة تليفون وبيتصل بمستانج علشان يبلغوا بالمعلومات اللي عرفها عن تجاره بالجيش السرية وعن مكان المختبر رقم خمسة لكن فجأة مستانج بيظهر من ورا كابينة التليفون وفي ايده مسدس وبيوجهه على هيوش وبيضربه بالنار وبيسيبه مرمي في الشارع وبيمشي وفي نفس الوقت الجيش بيقبض على ادوارد وبياخدوه لمركز قيادة الجيش وهناك هوكي مساعدة هيوش بيتبلغوا ان هيوش تقتل واللي قتلوا مستانج لان فيه شهود شافوه وهو بقتله علشان كده الجيش عمل حملة اعتقالات لكل معارف هيوش وكمان مستانج اطلق صراح شوتكر وادوارد وهوكي بيخدعوا الحراس اللي وقفين برا القوضة وبيقدروا يهربوا منهم بعدها هوكي بتقول لادوارد بان مستانج قال لها على مكان المختبر رقم خمسة وانه دلوقتي في طريقه لهناك ولما بيروحوا للمختبر بيلقوا روس وجنودها وهم قبضين على مستانج وبيهددوه بالسلاح لكن فجأة مستانج بيحرق روس بتعاوزة كيميائية لكن بعد ما بتتحرق بتتحول لانفي مساعد لاست وبتوصل لاست وجلاتوني وبتعترف لاست ان هي اللي قتلت هيوش واتنقرت في شكل مستانج ولما قرر يدفع عن نفسه اتنقرت في شكل زوجته وما قدرش يهاجم ورجعت تاني لشكل مستانج علشان التهمة تلبسه هو والشهود يشهده ضده ولاست بتخلي جلاتوني يفتح بطنه علشان يأكل الجنود وبتقت المستانج بمخلابها الطويل وبتسيبهم وتمشي ومستانج امر ادوارد يروح وراهم يوقفهم وادوارد بيروح وراهم فعلا وبيلاقي نفسه دخل غرفة فيها دائر التحويل كيميائية كبيرة مرسومة على الارض وبيلاقي شتكر المجنون جوه الغرفة ومعه مسدس بعد ما خطف الفونس ووينري وبيهدده انه هيقتل وينري بالمسدس لو ما خلعش دراعه المعدني علشان يضمن انه مش هيقدر يقاوم بعدها شتكر بيوريه حجر الفيلسوف وبيقوله بان الجيش هو اللي صنعه في المبنى ده من خلال دائرة التحويل ودكتور ماركو والمساعدين بتوعه كانوا بيستخدموا اسرى الحرب وبيحولوهم وهم احياء لحجر فيلسوف بكميات كبيرة لان حجر الفيلسوف علشان يمنح روح لازم ياخد روح اصادها علشان كده تكر بيقوله لو عاوز ترجع اخوك لشكله البشري لازم يكون اصادها تضحية بشرية كبيرة وقبل ما يكمل كلامه وبتظهر لست من وراء ظهره وبتقتله فورا بمخالبها علشان الاسرار اللي عمال يقولها وهو مش حاسس والمفاجأة كمان ان الجنرال هاكورا بيظهر قدامهم وبنعرف بانه شغال مع لست من الاول بس هاكورا بيقرر المراد يخنها وشرح لهم ان فيه الاف الاجنة متعلقة في السقف وممتظرين الحقن بأحجار الفيلسوف علشان يقدر يبني جيش قوي لا يقهر ويكون هو قائد العالم ولست حاولت تقتله لكنها بتفشل وبيشغل اجهزة الحقن بتاعت المختبر وبيبدأ يحقن جسس البشر الاصطناعيين اللي موجودين في المكان كله بأحجار الفيلسفة وبتظهر لهم معالم بشرية من اول وجديد وكلهم بينزلوا من السقف واحد وراء الثاني وبيكونوا على هيئة مخلوقات متوحشة اغبية وبيكون هاكورة فرحان بجيشه القوي وافتكر انهم هيكونوا مخلصين ليه وينفزوا اوامره وبيقرب منهم وهو سعيد لكنهم بيهاجموا هاكورة وبياكلوه ومستانج بيهاجم الجيش المتحول ده بالنيران الكيميائية السحرية وبيلاحظ بانهم بيموتوا من رؤوسهم وبيدي اوامر لهوكي انها تجمع الجنود ويبدأوا يصطدوهم من رؤوسهم قبل ما ينتشروا في الخارج وهو بيروح يدور على لاصلو اللي معاها علشان يقضى عليهم وهنا الفونس بتبدأ قوته ترجع له وبيساعد ادوارد في التصد للمخلوقات المتحولة وبنلاحظ ان الفونس مخب وينري جوه البدلة المعدنية الفضية بتاعته علشان يحميها وفي نفس الوقت بتكون الملازم هوكي جمعت جنودها وبيبدأوا اضربوا النار على المخلوقات وبنروح لمستانج وبيكون وصل للاست وانفي وبيحرق انفي بشكل متكرر لكن اصابة مستانج بتخليه يفقد قوته وطقته ولست سخرت منه وقررت تقتله لكن ادوارد بيوصل وبيمنعها باستخدام الحجارة اللي في المكان وبيطعنها في بطنها لكنها بتسخر منهم تاني لان ما عندهمش صفة الخلود زيها وبتفتح صدرها وبتوريهم ان قلبها مصنوع من حجر الفيلسوف وصعب قتلها وانفي بيرجع للحياة تاني لكن الحروق بتكون واضحة على جسمه ومش بتخف بسهولة ولست بتهاجم تاني لكن ادوارد بيطلع حواجز خرصانية وبيستخب وراها وادوارد بيقول لست بانها بتحاول تكسب وقت علشان تدي فرصة الانفي لان جروحه تخف وده دليل ان قوتهم لاها حدود والحجر مش بيمنح الخلود للابد وبيخاف انفي وبيحاول يهرب لكن مستنجي بيستغل الفرصة وبيفتح النار عليه والمراضي بيحرقه وبيقضى عليه تماما وبتغضب لست وبتهاجمهم وبتسبت ادوارد في الارض لكن بيخرج جدار صخري من تحت الارض بيعمل حاجز ما بينهم وبيقطع مخالب لست وبيكون الفونس هو اللي قدر يعمل كده بدون دائرة التحويل الكيميائية وده معناه ان الزاكرة اللي عنده مش مزيفة وفي نفس الوقت مستنجي بيقدر يحرق لست بشكل متكرر وبيسحب الحجر منها بعد ما تحرقت وبتموت على طول وجسمها بيتحول لتراب وجلاتني لما بيشوف ان لست وانفي ماتو بيهرب وبيستخبى من الجنود وهو عمال يعيط بعدها مستنجي بيدي حجر الفيلسوف لادوارد علشان يقدر يرجع بيه اخوه لشكله البشري تاني وادوارد بياخد الحجر وبيضم كفوفه على بعض لكنه بيلاقي نفسه في السامة مرة تانية قدام بوابة الحقيقة وبيلاقي هناك اخوه في شكله البشري وبيستنيه يرجع له جسمه تاني وبيوصل الكيان الغامض وبيطلب منه يديله الحجر في مقابل انه يرجع الفونس لشكله البشري لكن في اخر لحظة ادوارد بيرفض يديله الحجر وبيقوله انه مش هيستخدم حياة البشر تاني علشان يحقق رغباته الشخصية حتى لو ده هيكون على حساب رجوع اخوه لشكله البشري وبيوعد اخوه انه هيرجع له جسمه من غير اي تضحيات بشرية ولما بيرجع ادوارد من بوابة الحقيقة للعالم الوقعي بيكون معاه الحجر في ايده وبيعتزر اخوه لانه ما رجع لهش جسمه ومش هيقدر يضحي باي روح والفونس بيكون متفاهم الموقف وبيكون رأيه من رأي اخوه في انه ما يستخدموش الحجر وما يقدموش اي تضحيات بشرية لان ده عمل غير اخلاقي وادوارد قال لأ الفونس انه شاف جسمه هناك في بوابة الحقيقة وبيفرح الفونس وبيحس ان في امل وادوارد بيشكر مستانج وطلب منه يكشف كل مخططات الجيش علشان يقدر يرجع حق هيوش وبيرجعوا كلهم في القطر وادوارد بيبص الاخوه هو بيلعب كوتشينا مع وينري وبيبتسم وهنا بينتهي الفيلم وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة